على باب سيدنا النابي الله الله ما أحبوبي ومطلبي الله الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد تمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال سنشارك معكم واحد اطباق رائعة ولذيدة وكن سبق شهر كتاب معكم فقط هذا طاجين السمك صارحة الخضر روعة ولذيذ جدا اذا حبيتوا نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف وصفة سهلة ولذيذة وصحية في نفس الوقت فيها خضر فيها سمك فيلي انا سمك هنا اللي حضرتوا به هو سمك التلابية ممكن تحضرها بأي نوع من السمك والخضر اللي حطيتها فاتجين الجزار الكرافز الفلفل طماطم البطاطا تبلتها بوحدة تبلة رائعة ولذيذة جدا بصراحة من الاطباق المفضلة عندي خفيف كيكون حامض كندير فيها عصير الليمون المخلل وايضا دبس الرمان اذا متوفر عندكم كيعطيه طعم رائع هاو شوفوا اصبح يعني الطاجين دينا جاهز طعم دياله هو روعة وكنت ايضا عجنت خبز ديال الطار هادي نوره لكم هنه هي وصفات كنت شاركتها معاكم قبل انا عندي واحد الفيديو كتشارك فيه معايا بنت اختي واحد الخبز ديال الطار رائع مثل المخبازات واحد الفيديو قديم اذا حبيتو تهوو نخليه لكم في رابط الوصف اه طاجين المغربي ضروري يكون معا خبز الدار ها ها شوفوا هادي اطار الجانيمة شوفوا المرقة كي تكون اه تقيلة ومعلكة وهي طبقات الخضر والطعم دياله رائح هاد القطعة اللي بقت ما بقتش صراحة كمناها لانه روعة هذا هو الخبز هنا يا كنت في نفس اليوم درت الحرشة او الفطيرة ديال السميد وعجنت الخبز ايضا هو كي طيب خبز بالسميد رقيقة والفينو والطحين وكي يجي رائع وطري وشيش اه مرات كان ضيف لوح الملعقة ديال الزبدة وهي العجينة في اخر مرحلة من العجن بش يجي طري مرات كان عجنه فقط بالماء مرات كان ضيف لوح الحليب المهم كل مرة على حسب المهم النتيجة النهائية تكون رائعة مثل خبز دار ديال المغرب يعني مثل خبز المخبزة بالضبط الحمد لله انا عندي هنا في كندا لازم يكون عندي خبز دار ضروري موجود عندي دائما اه وكيكون حتى في المجمد كندير واحد الكمية وكنحفظها في ال اكيس او اشوفوه من الداخل اه بصراحة روعة روعة الخبز الحمد لله كي طلع ناجح ونخلي لكم الوصفة اذا حبيتوا هذي فطيرة او حرشة ديال السميد ديال الدراء صحية رائعة ولذيدة وسريعة التحضير هذي الحرشة العادية اللي معجونة فقط بالماء يعني كان هذ الحرشة كان ضيفه للحليب واليوغورت هذي عادية شوفوا هذي النوع من السميد ديال الدراء هذا ضراب حتى بالنخالة دياله يعني هذي من النوع الجيد هذي الماركة كان شريها صراحة طعم ديالها رائع وكان في سع كطيب على النار هنا تقريبا من نسبة الحبه واحدة او خبزة واحدة تقريبا هذي ميكيال هناخد واحد العيار واحد اه انا ما كانوزنش كاندير على عيني ميزاني ولكن غادي نحاول نوزن لكم هنه واحد المعيار وغادي نضيف له الملح ضروري طبعا الملح على حسب الضوك اه غادي نضيف ايضا العسل اذا ممكن نضيفه السكر انا نفضل العسل قليل من العسل على حسب اه الدوق واحد للملعقة اه صغيرة تقريبا وغادي نضيفه زيت الزيتون تقريبا واحد للملعقتين كبيرة مملوءة من زيت الزيتون ممكن اذا حبي تديروا الزبدة ولكن انا نفضل زيت الزيتون اذا بغيتها تكونوا خبزة صحية اه انت تكون صحية من بعد على السكر الابيض وعلى اه الدهون غير صحية طبعا غادي نخلطها نحاول ان نبسوها يعني نوصلوا هاد الزبدة اه هزيت الى جميع الحبيبات ديال السميد ديالترا هيتشوفوا اصبحت مرملة ده غادي نضيف باقي المكونات الماء والخميرة مرات كنديرها فيها الخميرة مرات لا هاد النوع من الفطيرة ديال السميد ما كنتنتفخش بزاف شوفوا هنا الماء تقريب الماء دافي انا كنضيف ماء دافي شوفوا راس الملعقة خميرة ديال الخبز ونفسي بالنسبة لخميرة الحلويات انا كان بغيش تكون منفوخة انا كانت عجبني الحرشة بالستايل او نفس الفكرة ديال ايام زمان حرشة عادية بسيطة من دون الاضافات اللي كيضيفولها حاليا وكانت بصراحة الحرشة ديال الزمان كتجي رائعة كان نحاول ندير الماء بشوية بشوية هذي ما كتتعجينش السميدة ديالترا ما كتوليش عجينة ما كتبقى مفرتة ماشي موشي المهم هذي غدي نضيف الماء شوفوا القوام اللي غدي نحصلوا عليه وتقريبا من سمال هذي المعيار ديال الماء بقالي ربوع ها هي من من عجنوهاش طبعا معروفة الحرشة ما كان عجنوهاش فقط باطراف الاصابع او بالفورشات او الشوكا او بالملاقة ها هي دابا انا غدي نحاولها كنوريكم النتيجة مهم مجرد اننا نقدرون نجمعوها بهذه الطريقة نبسطوها باليد ديالنا نخليه شوية تشرب وهنا يبدك نفس الاتناء كان الخبز ديالي خمر كنت عجنتو خمر وغاديمشي نقرسه على ما نعطيها واحد عشر دقائق تشرب السوائل جبت مقلات طيفال دهنتها بالزبدة ورشيتها بالسميد طبعا كان يخلي شوية مسميد ويرش به وكان نرشها فقط بالسميد العادي وغاديمشي نحاولو نشكلوها هي ما غاديش تجمع غاديمشي نحطها مثل الرمل ونحاولو نسرحوها باليد ديالنا نبسطوها وغاديمشي نقدولها الاطراف وتولي الشكل ديال في الطيراء او الخبزة العادية وكنطيبوها على نار متوسطة ونحمروها على كلا الجهتين صراحة الطعم ديالها راوع تغييرا الحرشة اللي كتكون بالسميد العادي حرشة صحية هناك نوع تاني كنضيف له الحبوب النكهات المختلفة السمسم الاعشاب ولكن هذي العادية وتناولوها بطريقة اللي كتحبوا تمنى يكون اعجبكم فيديو اليوم اذا عجبكم اليوم فيديو اليوم ما تنسوش تشتركوا وديروا لايك طبعا باش تشجعوني ونشاهكم بحكم افكار اخذوا افكار من بعض وجبات بسيطة ومختلفة الى اللقاء طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين ساقه الله اشتركوا في القناة